اهلا بحضراتكم من جديد لو انتوا صح لا احنا صح بس انت مش فاهم انت بتجهل النظام في قواعدة يا جماعة دور دايما على ايه القواعد اللي تحطت اللي على اساسها تم التصنيف في اي حاجة لكن الناس تسيب القواعد وعايزة تعد الكاسات اللي على التربيزة ده كلام مش موجود لان ده رولز وقواعد للتصنيف زميل خير رمضان يعني استاء جدا من كل الكلام اللي بيتقال بيحاول يمتقص من ما عدت التصنيف ده مش متفوق ووكو جونيورز ابطال امريكا اللاتينية بالضبط هو حط الاتحاد الدولي حط نظام دول اوروبا ثم المستوى التاني المستوى الاول دول اوروبا والامريكا الجنوبية يكمل بيها ثم بقية دول اوروبا ثم افريقيا ثم امريكا الجنوبية المستوى الرابع فيه عنديه عريقة جدا طبعا طب انا اقول لك حاجة يبقى لك مستوى تالت ولا ما يبقى لكش تصنيف ما فيه ناس ما دخلتش في التصنيف صحية هنشوف الزميل خير رمضان وهو بيعبر عن استيائه من هذه الظاهرة اللي الحياة بقت سامجة فعلا ايش جبت وهي بتتقال بتحسسك بالفخر فريق مصري افريقي هو ممثل اولا لمصر ثانيا لافريقيا مشارك في بطولة عالمية بطولة ستجعل الانظار موجهة الى الكرة المصرية هل يجوز لي بصفتي زمال كاوي وهذا لا يقلل من شأني وانا هنا اتحدث عن النجم الكبير احمد حسام ميدو ميدو النجم العالمي اللي لعفة اكبر فرق العالم وينتمي الى الزمالك ومحل الرياضي بيظهر على قنوات اونس بورت وهي المنفذ الرياضي الاصيل الوحيد الرسمي لنا اونس بورت مستضيفة كابتن احمد حسام ميدو ليعلق على مشاركة الاهل ولولا الاهل ما كان ميدو موجودا في هذا المكان هل يجوز ان اصبح هنا زمال كويا الحدث يخص مصر وتضيع قناة مصرية رسمية هل يجوز وانا قدوة حتى ولو كانت هذه مشاعري لا كان السؤال يجوز ولا كانت الاجابة تجوز لا يسأل هل ستشجع الاهلي ولا يجيب ابدا ولو بيلعب في المريخ انا زمال كوي يا سيد احنا عارفين انك زمال كوي وانا اهلاوي لو الاهل والزمالك في مكان واحد وفي منافسة انا كاهلاوة هختار الاهل بس لما الزمالك يلعب باسم البلد دي انا هشجع الزمالك ولو مش عايز اشجع الزمالك مش هطلع اقولكم مش هشجع الزمالك ليه؟ لان ده بيزيد التعاصب لان النجم احمد حسام ميدو وهو نجم كبير وله جماهيره كان موجود بصفته المحلم وليس بصفته زمالكويا ولو كان زمالكويا ما استوجب وجوده اساسا في الستوديو وكان يجيب واحد اهلاوي الحقيقة انا عايز اتوقف لان خير رمضان زع المخضرم لمس نقطة مهمة جدا انت موجود في الحدث ده ها اللي يخص النادي الاهلي مش بصفتك زمالكاوة اهلاوي بصفتك راجل نجم ومحلل اداء عالمي مصري جاءته حال لما هو ما يخصكش رايح ليه يعني الحدث خلاص ده النادي الاهلي ومش رايح تشجعه رايح عشان تقول انا مش هشجعك وبس انا رايح هستفيد من وجودك عشان اطلع الناس وابدي ارائي واوجهها اللي انا ضده انت موجود اصلا لان الحدث مصري لان لو انت جاي بصفتك زمالكاوي يبقى للاستضافك عامل جريمة هنا ايه لو هو عارف ان انت طالع تقول الكلام ده طيب ما جيب يا اخي ناس اهلوية كتير جدا يتمنوا هزي اللحظة يفقار ابندي اذا كانت المسألة كل واحد ويتنقب مع الجمهور اذا كان كل واحد هيخصه ندي لكن انت بتيجي بتطلع الناس في احداث تخص الزمالك او الاهلي او الاهلي او الاسماعيل او اي نادي بصفتك ده نادي مصري في حدث دولي او اقليمي زميل محمد المحمودي اللي كان وجه السؤال الاول اللي انا قلتلكوا ده السؤال المرفوض رجع اتكلم كمان عن ظاهرة الناس اللي بتقلل من شأنه قيمة مشاركة الاهلي لما اتكلمت عن اللي قالته دي لتا يوتا مقدمة الحفي مزيعة شبكة دازون اللي كانت موجودة بصفة ان شبكة دازون دي ملكة للحقوق الخاصة بالبطولة وتكلمت على الاهلي طيارات من الجماهير انه الكلام ده ما حصلش ان الكلام ده افورة ان الكلام ده بيتقال على اي حد موجود في البطولة ان الكلام ده في النهاية هو حاجة عادية مكتوبة سؤال الاول مين اللي كتب مين بيكتب هل المزيع او المقدم او الحفلة كلها مش سكريبتد من الفيفا اشتركوا في القناة